سنبدأ في هذه الخطة التي عرضت على نتنياهو من قبل 27 نائباً وعضواً في الكنيست طبعاً بعد يومين من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ألقى الجيش منشورات ورقية على سكان شمال قطاع غزة بالتحديد في مدينة غزة وفي شمال القطاع يطالب فيها السكان الذين يتواجدون في أحياء مختلفة بالنزوح والخروج نحو وسط القطاع وجنوبه ومن هنا بدأت قصة النزوح وقصة إخلاء شمال القطاع من السكان الذين يتواجدون فيه لكن معظم السكان أو جزء من هؤلاء السكان بقي في منطقة شمال القطاع أي نتحدث عن شمال نيتساريم هذا الذي يقع في جنوب مدينة غزة طلب الجيش من السكان أن يسلكوا طريق صلاح الدين مروراً بدوار الكويت وصولاً إلى نيتساريم هنا حيث أقام الجيش نقطة عسكرية لتفتيش كل من سينزح من الشمال نحو الوسط والجنوب بدأ الجيش عمليته العسكرية في شمال القطاع وأبقى على قواته متمركزة هنا الفرقة 99 من قوات الاحتياط في محور نيتساريم إذا انتقلنا إلى الشمال بالتحديد أكثر من عشرين مرة ألقى الجيش منشورات ورقية على بيت حانون وجباليا وبيت لاهية منشورات ورقية تطالبهم بالإخلاء نحو الوسط والجنوب استمر بعد ذلك بالإلقاء في مدينة غزة في حي الشاطئ في حي الصبرة الزيتون الشيخ رضوان النصر الشجاعية طالبهم أيضاً بالإخلاء والخروج نحو الوسط والجنوب لكن الجزء الأكبر لم يستجب الآن وفي إطار الضغط على ما يجري من عمليات تفاوض عرض السبعة والعشرين من أعضاء الكنيسة هذا المقترح يريدون أن تبقى منطقة شمال قطع غزة خالية من السكان تماماً وأن تبقى منطقة عسكرية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وأن يمنع دخول الدواء والغذاء والطعام والشراب لدى من يتواجدون في شمال القطع وهو يفعل ذلك بالفعل حالياً ومنذ أكثر من مئتين يوم وشمال القطاع يتعرض لتشديد في دخول البضائع والسلع لا يدخل ليهم الغاز ولا الخيام ولا حتى الدواء ولا حتى الطعام والشراب وما يدخل هو شحيح جداً من خلال مؤسسات أممية نحن نتحدث أن الجيش يريد أن يطبق الخناق وأن يضغط على من بقي من السكان هنا من أجل الخروج نحو وسط وجنوب القطاع يحاول الجيش الإسرائيل ممارسة كل الأشكال في إطار الضغط وانتزاع المزيد من التنازلات من التفاوض لصالح الجيش الإسرائيل ولصالح بن يمين نتنياهو لكن حتى هذه اللحظة السكان ما زالوا يصرون على البقاء هنا في شمال القطاع ويقولون بأنهم باقون ولن يخرجوا نحو وسط وشمال القطاع لأن كل من سيخرج من شمال القطاع من هذه الأحياء سيتعرض للتفتيش إما من خلال شارع صلاح الدين أو من خلال شارع الرشيد حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي في محور نيت سريم وبذلك هذا المخطط سيفشل أمام صمود وقوة من بقي من السكان الذين حتى هذه اللحظة متمسكين بالبقاء ولذلك يكثف الجيش الإسرائيلي من غراته وضرباته على شمال القطاع بالأمس وحده كان هناك نحو أكثر من 15 شهيد في استهداف عدة منازل تعود لعائلة القوقة في مخيم الشاطئ وعائلة حسونة في حي الدرج ومنزل يعود لعائلة حجاج في حي الزيتون يريد أن يبقي سيطرته وضغطه بقوة على السكان هنا لكن بالتوازي الفرقة 98 التي عملت هنا في الشجاعية وفي أحياء مختلفة من مدينة غزة قرر الجيش اليوم نقلها إلى شمال فلسطين شمال فلسطين من أجل البقاء على أهبة الاستعداد في حال كان هناك مواجهة ما بين لبنان وحزب الله لكن هذا هو شمال القطاع الذي حتى هذه اللحظة من يتواجد فيه يرفض الخروج والانصياع ولن يقبلوا بأي شيء من شأنه أن يخرجهم من بيوتهم التي طلب الجيش منهم نبيل أن يخلوها هذا المخطط ربما عرض في أكثر من مرة لكن هذا المرة العدد الأكبر 27 عضوا ونائبا ووزراء في داخل الكنيسة الإسرائيل شكرا لكم حمد على هذا التوريح ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم